بعد معاناة مع مرض لم يمهله كثيراً وتابعات غربة لم تدم طويلاً رحل عن عالمنا الفنان العراقي مكي عواد تمسك الفنان الراحل بعراقيته وحبه لبلده دفعه للعودة سريعاً مفضلاً الموت في العراق على مغريات العيش في المهجر على الرغم من شكواه الدائمة من جفاء بعض المقربين وأهمال الكثير من الجهات لمعاناته مع المرض توفي مكي عواد عن سبعين عاماً تاركاً رصيداً من الأعمال يضعه في قائمة طويلة من المبدعين العراقيين فخلال رحلته الفنية التي بدأت نهاية سبعينات القرن الماضي شارك الفنان الراحل في عشرات الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية والإذاعية حصل خلالها على العديد من الجوائز لكن الجائزة الأكبر كانت محبة الملايين من الجمهور الذي يتذكر ويتداول كلماته المحببة في أعمال خالدة من بينها مسلسل برج العقرب وعالم الست وهيبة ومسرحية بيات خمس بيبان وغيرها وهي أعمال رسمت البهجة والابتسامة على وجوه العراقيين وأظهرت أيضاً ما يتمتع به عواد من تلقائية وسلاسة في التعبير وفي وداع فناننا الراحل نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه والملايين من محبيه الصبر والسلوان على فراقه